ضمن جهود خفض التصعيد في المنطقة أعرب وزير خارجية فرنسا خلال زيارته إلى لبنان ولقائه بعدد من المسؤولين اللبنانيين أعرب عن أمله في استمرار عدم التصعيد من جانب لبنان مقدرا ما يقوم به من ضبط للنفس أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فقد أكد للوزير الفرنسي بأن لبنان ملتزم بقواعد الاشتباك وحريص على التمديد لليونفيل وفق القرار 17-01 في حين قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي بأنه لا يمكن للبنان إلا الصمت والصبر والصلاة في هذه الفترة الصعبة ويصل غايدا إلى العاصمة اللبنانية بيروت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وكان وزير الخارجية الفرنسي استفان سو جرني بدأ محادثات في بيروت التي وصلها اليوم في محاولة لخفض التصعيد في المنطقة حيث ستشمل زيارته كلا من مصر والأردن وإسرائيل بعد لبنان سيجورني التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بردي ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونظيره عبدالله أبو حبيب بالرقال إن لبنان ملتزم بقواعد الاشتباك وأنه حريص على ضرورة التمديد لقوات اليونيفل وربط وزير الخارجية الفرنسي استفان سو جرني وقف إطلاق النار في غزة بأمن المنطقة بأكملها مجددا دعم بلاده لفرنسا ووقوفها إلى جانبي رسالتي كانت بسيطة جدا وهي دعم فرنسا للبنان بهذه الأوقات التي نشعر بها بالقلق والعمل على تخفيف حدة التصعيدة فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان وما يهمنا في هذه المرحلة هو وقف إطلاق النار في غزة لأنه مؤشر أساسي لضمان أمن المنطقة بأكملها تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة وما خلقته أيضا من تفاعل والتداعيات في الداخل اللبناني مرسلتنا في بيروت غنو يتيم تعطينا التفاصيل الأكثر إليك غنو انتهت هذه الزيارة التي استمرت تقريبا لخمس ساعات كان ألتقى فيها كما ذكرت الرؤساء الحكومة والمجلس النيابي وأيضا وزير الخارجية وانتهى بلقاء وزير الخارجية الذي كان أيضا قد كرر المواقف السابقة عن إيجابية هذه الزيارة ووصفها بالزيارة المطمئنة لأنه أيضا تحدث وزير الخارجية الفرنسية عن عودة الطيران الفرنسي إلى لبنان بعد أن كان توقف بعد التهديدات السابقة لأسابيع أيضا تحدث من أن الفرنسا وأيضا لبنان يتمنون نجاح المفاوضات الدائرة الآن لأنه نجاح هذه المفاوضات تعني انتهاء الحرب في غزة ومصير لبنان مرتبط بمصير غزة أي أنه حتى وإن كان هناك اليوم إيجابية لتلك المواقف ولكن أي خلل في المفاوضات وأي عودة إلى نقطة الصفر تعني أيضا هناك بأن الحرب في لبنان لن تتوقف أيضا تحدث وزير الخارجية عن أيضا التمديد لليونفل وقال بأن الولايات المتحدة كانت قد طالبت وهذا ما طرحه أيضا هاكشتاين يوم أمس طالبت بالتمديد لليونفل لستة أشهر فقط بينما لبنان يطالب بالتمديد لعام كامل ضمن أيطار السبعة عشر سفر واحد وعندما سئل وزير الخارجية إذا كانت هذه الزيارات تحمل أي رسالة من الجانب الإسرائيلي أكد بأن أي من الزائرين لم يحملوا أي رسالة من الجانب الإسرائيلي خاصة أن هاكشتاين وسجرني لم يصلوا من إسرائيل بل حضروا مباشرة إلى لبنان وبأن هذه المشاورات جميعها كانت تتحدث عن أهمية خفض التصعيد التزام لبنان بخفض التصعيد وعن الحلول المرتقبة للمرحلة التي تلئة الحرب يتحرك إلى إسرائيل إلى مصر في جولته كوزير خارجية فرنسا يعني متى يغادر لو كان فيه جذوى المعلن لهذه الزيارة الزيارة كانت قد أعلنت السفار الفرنسية بأنها زيارة قصيرة نفرض أنه غادر لبنان كان لديه لقاء مع الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفل وبعدها لديه جولة لم يحدد إن كان بعدها سيتوجه مباشرة إلى إسرائيل ولكن هذه الجولة تتضمن مصر الأردن وإسرائيل وطبعا كما ذكرت محمود بأنه أيضا يصل غدا وزير الخارجية المصري إلى لبنان منذ الصباح الباكر في جولة مماثلة على الأرجح أيضا لخفض التصعيد وأيضا وزير الخارجية اللبنانية اليوم أبو حبيب تحدث عن الدور الذي تلعبه مصر في دعم لبنان أيضا في هذه يعني ضمن تلك المساعي أغنوة نبيه بري هل تحدث باعتباره هو الذي إن كانت هناك رسائل هو الذي سينقلها إلى حزب الله باعتباره الحليف السياسي لحزب الله يعني هذا الأمر لا يتحدثون عنه في العلن حتى أجواء عين التيني أو أجواء الرئيس نبيه بري نقلت بأن هذه الزيارات أجوائها إيجابية وبأن الحال هذه الفترة هي أفضل بكثير مما شهدناه قبل شهرين وأن الأمور تتجه إلى حل حلة ولكن طبعا هناك دائما تخوف من أي خطأ في الحسبان خاصة إذا كان هناك انتكاسة في تلك المفاوضات أو تأخر موضوع الحل ولكن يعني طبعا عندما يكون هناك حديث لرئيس مجلس النواب نبيه بري هو طبعا رئيس مجلس النواب ولكن أيضا الصفة الثانية هو أنه من ضمن الثنائب حزب الله وحركة أمل وهو على تواصل سياسيا مع حزب الله لأن بعض المفادين لا يتمكنوا من الجلوس مع حزب الله بطبيعة الحال فيكون رئيس بري هو ناكل من ينقل تلك الرسائل ولكن اللافت بأن قبل وصول هاكشتاين يوم أمس كان هناك هجمة على تلك الزيارة ورفض لتلك الزيارة من قبل إعلام حزب الله وكان هناك أيضا مطالبات بأن لا يكون هناك استقبال لمفاد الرئيس الأمريكي نظرا لاستهداف ضحية بيروت الجنوبية والتي كان قد ربما يعني وعد حزب الله بأنها لن تستهدف خلال الفترة الماضية غنوة يتيم مرسلتنا في بيروت غنوة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر